السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اول رمز يا جماعة اللي هو التوص يا حبيبي التوص دلل على الزواج دلل على الرزق الكبير والحظ الوفير دلل على السعادة دلل على الهنة دلل على الزواج البنت لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله عزباء من واحد سري او غني جدا للمتزوجة جزء يكون في مكانة عالية او شأن تانى اتحول شأنه لشأنه اخر لشأنه احلى وحاجة احلى رؤية التوص يا جماعة رؤية السجادة يا جماعة ان انت بتشري سجادة صلاة او حد بديكي سجادة صلاة ده دلل على رضى الله عليك او رضى الله عليك دلل على ان ربنا يقدلك حاجة لان احنا بنصقها نصلي عليها دلل على فرحة دلل على خير داخل عليك او رزق او حاجة سعادة داخل عليك للبنت العزباء دلل على الزواج والفرحة داخل عليها باذن الله رؤية السبحة يا جماعة رؤية السبحة في المنان دل على الزرية دل على العيلة دل على الرزق دل على الخير دل على التسابيح بتاعت ربنا ان انت دايما بتذكر الله فضله عز وجل عليك دل على رضى ربنا عليك او عليكي تمام يا حبيبي رؤية الموز والفراولة يا جماعة الموز والفراولة ده رزق ورزق كبير جدا وفيل ومال كتير داخل عليك سواء من مراس سواء من شغل سواء من سفر اما الفراولة الحمر يا جماعة فدل البنت العزباء على شدة الحب والارتباط بالشخص اللي هي بتحبه او اللي هو بيحبها شدة الارتباط بينهم رؤية الفراولة ودل على فرحة داخل عليها او زواج داخل عليها يعني تاخد واحد تكون هي بتحب ورد يعني هيكون في تقرب بينهم باذن الله ماشي يا حبيبي رؤية الحمر يا جماعة الحمر ده من الحظ السعيد الملك كتير الوفير ده اللي بنت العزباء على الزواج لو شافت ان هي سحباء ورقباء للشاب الاعزب دلل على الصفر دلل على الرزق دلل على الخير دلل الحظ سعيد دخل عليك دلل على الزواج ليه ده رؤية الحمر يا جماعة رؤية المية يا جماعة المية دي اكبر جعلنا من الماء كل شيء حي المية تكون شايلها بس تكون نضيفة بتشربها واقف في البحر واقف بتعوم ده كله رزق هتبقى عاين في رزق كتير وخير كتير بإذن الله بس المية تكون نضيفة يا جماعة ده يعني بس يا حباب ان انت اللي بيشوف الحاجات دي يعرف على طول دي رمز دلل رمز دلل ربنا بيورها لك ان فيه خير جايلك رزق للمنت العزباء زواج فرحها دخل عليها حاجات هي بتتمنها وربنا ان شاء الله بإذن الله حق أهلها فبيبديها بشارة بالخير ودايما يا جماعة نقول ونعيد ان الرؤى دي من الله زي سيدنا يوسف عليه السلام مش ناس تقول لك يعني ايه الاحلام لأ الاحلام دي من عند الله والله أعلى وأعلم يا ريت ما تنسناش باللاك والشير فعلوا الجرس يا جماعة